بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله السادة أعضاء نقابة المهن الزراعية للمعاشات سن الستين والورثة بإذن الله سيكون هناك تسليم شكات للمعاشات الزراعيين عن شهراء مايو ويونيو 2018 للنقابات الفرعية من موقع النقابة العامة للمهن الزراعية بيأكد أن اعتمد الأساس الدكتور السيد خليفة نقيب الزراعيين مؤخرا صرف 18 مليون جنيه دفعة المعاشات النقدية للزملاء أعضاء النقابة من سن الستين والورثة عن شهراء مايو ويونيو 2018 صرح بذلك المهندس عبد الرؤوف الجمل أمين صندوق النقابة العامة وأضاف أن هناك شكات أن شكات هذه الدفعة تم إعدادها وجاري تسليمها للنقابات الفرعية بإذن الله تعالى فحبت أعرف حضراتكم أن الشكات اللي هي الشهر مايو وشهر يونيو 2018 اعتمدهم اللي هو النقيب الزراعيين اللي هو الأساس الدكتور السيد خليفة وبإذن الله تعالى وما شئته هي في طريقها للنقابات الفرعية وفي القريب العاجل إن شاء الله سوف يصرف اللي هما شهرين شهر مايو وشهر يونيو 2018 وده بيكون في حدود ميتين جنيه طبعا إذا كنا من البريد حضراتك بتصف من البريد بتدفع خمسة جنيه وبتاخد الميتين جنيه حبيت أعرف حضراتكم اللي هما زملاء المهندسين الزراعيين أعرفهم النقابة العامة طلعت الشكات وأرسلتها للنقابات الفرعية العالي وعاستيكون في أفادة في هذا الفيديو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر